أول شيء لا لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصل الله عز وجل أن يتقبل منا إنه هو السمير عليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم حقيقة أن أحب دائماً في أي لقاء يعني أني أبدأ أعرف نفسي يعني للأحبة المستمعين في ظني أن هذا يجعل اللقاء أكثر حميمية يعني فأنا أخوكم محمد السعوي إمام مسجد مركز إثراء وخطيب جامع المنيرة في أرامكو يعني لي بعض الاهتمامات البسيطة جداً يعني المتعلقة سواء ببعض العناوين اللي ما تكون مطروقة بعادة يعني على منبر الجمعة أو على يعني بقية المنابر فيعني عندي اهتمام يعني كبير جداً يعني أني أسلط الضوء على بعض الجوانب يعني من ديننا العظيم وأعتقد أن هذا الدين ديننا الإسلامي يعني مظلته تسع كل شيء تسع المعرفة وتسع الأخلاق تسع مثل ما كان من المساحة اللي سويتها أمس حبيبي حسام الأتكيت مثلاً يعني ديننا فعلاً ليس يعني دين مناسك فقط ولكنه أسلوب أسلوب حياة حقيقة يعني اللي حبيت أني أطرح اليوم معكم في هذه المساحة يعني بعض الالتقاطات هي ليست تفسيراً لكن أعتقد يعني أن كثير من الشؤون والأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز ما ذكرت إلا لأن وراءها يعني أسرار كبيرة وجميلة فيعني راح نذكر مثلاً آية ونتحدث عن مثلاً بطل الآية أو الشيء المذكور في الآية ثم نتحدث عنها بشكل يعني معرفي مبسط وتعرفون يعني ما يذكر الله عز وجل شيئاً إلا وله شأن إلا وله يعني تأثير عظيم وتحدث يعني عن المعرفة في كلام الله تبارك تعالى وحقيقةً أبغى أستفتح بشكل كبير جداً يعني تأمل على هذه الأكوان وهذه الأرض اللي نعيش فيها وما عندي مثل أجمل وألطف يعني مما أورده المولى تبارك وتعالى في سورة ياسي يقول الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون المتأمل يعني لهذه الآيات الجميلة يجد أن يعني الكون كله قاعد يسير في مدارات واضحة وأفلاك يعني دقيقة جداً وحسابات يعني يحار المرء أمامها ويعني ممكن تنفك الحيرة عنه إذا قرأ مثلاً أن الله عز وجل يقول عن نفسه بديع السماوات والأرض الشمس والقمر بحسبان إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار يعني هداية التوازن هذه وهداية أن كل شيء يسير وفق يعني نظام محدد تعطينا هدايتين مهمة الهداية الأولى أن من أروع يعني أروع نتائج الإبداع في الأمر هو انضباطه والله عز وجل بديع السماوات والأرض لذلك نجد أن الأفلاك كلها بشكل عام يعني تسير وفق توازن غير عادي على الهداية الثانية أن التوازن هو أساس نجاح كل شيء في الحياة وإذا نزلنا على الأرض نجد أن الله تبارك وتعالى يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واللي طالع يعني ويشوف المخلوقات على وجه الأرض سواء نبتات أو حيوانات أو حتى حن البشر يعني يجد أن التوازن هو سيد الموقف لحياة ناجحة جدا وخلوني يعني اسمحوا لي أني أذكر لكم مشاهدة شتة يعني شاهدتها قبل فترة أن يعني غابة بدأت يعني الأشجار فيها يعني تنحصر والمسطحات الخضراء فيها تنحصر بشكل واضح جدا بينما آكلات العشاب يعني قاعدة تتزايد بشكل كبير جدا لما جوا فريق من العلماء يدرسون حالة هذه الغابة الغريبة واجدوا أن الغابة أصلا ما فيها أي نوع من أنواع المخلوقات آكلات اللحوب يعني أن الغابة هذه فيها توازن مفقود فاجد في بالهم فكرة أنهم يأتون بسبعة ذئاب يطلقونها في هذه الغابة وجلسوا يعني بضع سنين يتأملون هذه الغابة وش اللي صار؟ اللي صار أن الضئاب هذه آكلات اللحوم بدأت يعني تأكل آكلات العشاب فقل عددها بطبيعة الحال لما قل عددها بدأت الأشجار تستعيد عافيتها ونموها من جديد لأن خف الضغط على أكلها ثم الطيور اللي هاجرت وبعض المخلوقات اللي هاجرت من هذه الغابة بدأت تعود مرة أخرى فبعد عدة سنوات قالوا أن هذه الغابة أصبحت الآن غابة حقيقية مكتمرة الأركان ومتوازنة خلونا نرتفع شوي على الأرض ونصل إلى الإنسان الإنسان يعني سر نجاحه في سلوكه وفي دينه أن يكون متوازن وأن يكون وسط والله تبارك وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس وسبحان الله كل خلق جميل يقابل خلق خلق سيء لكن التطرف أحيانا في الخلق الجميل يجعلك طرف وستسقط منه في يوم من الأيام على سبيل المثال بلا شك أن الكرم هو خلق لطيف وخلق رائع زين لكن يقابله البخل البخل طبعا مذمون في كافة صوره الكرم محمود لكن لو بالغت في الكرم ستصل إلى حد الإثراف والله تبارك وتعالى يقول ويصف وصف جميل جدا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوطك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الحين نصل إلى هداية التوازن يعني لما تحدثنا عن توازن للأفلاك ثم تحدثنا عن التوازن على وجه الأرض شوفوا التوازن في الإنسان أجمل آية تصفه ما قاله الله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا زين وهي المضالغة في الكرم وقال ولم يقتروا زين ثم بعد ذلك وكان بين ذلك قواما فعندنا الآن الهداية الأولى هي هداية التوازن وهي من أجمل وأجل الهدايات التي تعامل فيها الإنسان في مشاعره في عمله في حقوق ذاته وحقوق الآخرين عليه التوازن دائما يعني من أجمل الأشياء التي تعاطى فيها الإنسان بعد التوازن نبغى ننتقل الحين إلى يعني بعض المخلوقات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابي وهذا التأمل رقم الثنين أو الانتقاء المعرفي رقم الثنين يعني من الآيات كنت أتوقف عندها كثيرا لما ذكر الله عز وجل الطيور على وجه التحديد من بين المخلوقات مع أن الطيور تقع على الأرض زين وقد تصلف من الدواب زين لكن الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم لا خلنا ندخل شوي بشكل يعني أعمق يميز الطيور عن غيرها من المخلوقات هذه الآية تستوقفني كثير في سورة النحل يقول الله عز وجل أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله كنت أتأمل هذه الآية كثير لين ما يعني كنت أقرأ عن الطيور يعني هذه المخلوقات وش الأشياء اللي يتميزها وليش الطيور بالذات هي اللي قاعدة تكسر قانون الأرض المشهور له قانون يموت له قانون الجاذبية وجد أن الله تبارك وتعالى ميز هذه الطيور في خلقها بأشياء مختلفة تماما عن بقية المخلوقات والدواب أولا يعني الطيور من اسمها تستطيع الطيران طب كيف تستطيع الطيران وكيف تكسر قانون الأرض أن الله تبارك وتعالى هيئ في جسدها وهيكلها ما يساعد على الطيران طبعا لو تتأملون الطيور يعني ممكن بعضكم وهو مثلا ياكل طير من الطيور لاحظ مثلا إذا لقى العظم مكسور أن عظام الطيور مجوفة هذا التجويف سبحان الله يساعد على خفة وزن الطائر في أمر آخر كثير من المخلوقات يطلع منها على جلودها يعني البروتين هذا اللي بعدين يتشكل إما على شكل صوف أو على شكل وبر أحنا مثلا البشر يطلع لنا شعر لكن الطيور يظهر لها يعني جناح خفيف الوزن ومتماسك ويساعد على قضية الرفرفة والتوازن أثناء الطيران طيب في شغلة ثانية فالثة كذلك في هيكل الطير أن الطير يبيض ما يحبل زين ليش يبيض علشان يعني يكون وزنه مثل ما هو طيلة حياته لأن لو حمل الطير أنثى الطير على وجه التحديد رح يختل توازنها ويختل وزنها وبالتالي يختل طيرانها بعد ذلك لذلك جعل الله عز وجل لها يعني من تفخير الله لهذا الطير أنها تبيض في شغلة ثانية أن الطيور سبحان الله جعل الله عز وجل لها المنقار والمنقار له فائدين الفائدة الأولى شكله الانسياب يساعد على شق الغلاف الجوي وكذلك ما لها أسنان حتى يساعد على خفة وزنها وأعتقد أن كلنا درسنا في العلوم أن تكسير الحبوب أو الحشرات أو الديدان جلكم الله كلها هذه الطيور يكون عن طريق يعني في داخلها وسبحان الله ما لها أسنان تنضغ وهذا يساعد كذلك على قضية خفة الوزن وأيضا قضية شق الغلاف الغلاف الجوي أيضا يعني من الأشياء اللي تميز الطيور كذلك أن جعل الله عز وجل مهذين حتى يعني يوازنها على الهواء ويجعلها تتحرك بشكل يعني انسيابي جدا لليمنة واليسرة والارتفاع والنزول لذلك سبحان الله الإنسان يعني من أول إنسان فكر في الطيران عباس بن فرناس وغيره يعني ما استطاعوا الانفكاك في صنع الطائرات عن الشكل العام لهذه لهذه الطيور فسبحان اللي أبدعها وسبحان اللي ميزها وسبحان من قال أولا يروا إلى الطير أصافات ويقبضن ما يمسكهن ما يمسكهن إلا الرحمن تبارك وتعالى من الانتقاء المعرفي الثالث اللي أحب أني أتحدث عنه أنه في يوم من الأيام يعني سخرة اليهود والمنافقون من كتاب الله عز وجل فقالوا يذكر الذباب وتذكر العنكبوت والله ما هذا بكلام الرب أو ما هذا بكلام الإله فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها طيب الحشرات اللي مذكورة في كتاب الله عز وجل اللي هي الذباب الفراش الفراش المكثوث النحل العنكبوت على قول أنه يعني على قول أنه حشرة وإن كان بعض أهل أهل المعرفة الإحيائية يصنفون أنه يعني رتبة مختلفة عن الحشرات يقالوا لها العناكب ويندرج تحتها اللي هي العقارب والربيان والنبستر وغيرها من المخلوقات اللي يسمونها المخلوقات المفصليات وبعضهم يقول أنها من الحشرات لكن الشاهد كانوا يعدونها يعدونها من الحشرات هذه المخلوقات لماذا ذكرها الله تبارك وتعالى؟ أولاً يعني هي آية من آياته العظيمة لكم أن تتخيلوا أن الحشرات يعني بما أننا ذكرنا الطيور يقول واحد من علماء يعني مقالة فعلاً مبهرة يقول لو لا الطيور لأصبحت الأرض فريثة للحشرات لأن أنثى الحشرة يعني تبيض يعني عشرات وأحياناً مئات البيوت ولكن جعلها الله عز وجل في المقام الأول يعني غذاء غذاء للطيور الأمر الثاني أن هذه الحشرات سبحان الله لها أدوار عظيمة جداً في حياتنا الدور الأول وهو دور مهم جداً لها دور في تلقيح النباتات زياناً خصوصاً الحيوانات أو عفواً الحشرات التي تتغذى على يعني الرحيق وعلى الأزهار وعلى الثمار فتحمل بأرجولها يعني اللقاح فإذا انتقلت إلى نبتة أنثى يعني لقحت بإذن الله تبارك تبارك وتعالى من الأدوار العظيمة أيضاً للحشرات أن بعضها يساعد على تلقية الهواء كيف؟ أن هناك مخلوقات عظيمة يعني عظيمة في المهمة مستحقرة في عيوننا مثل الذباب مثل أجلكم الله الجعلان دورها في الحياة تتغذى على القذر دورها في الحياة تأكل يعني تتغذى على الجيف سبحان الله أكلها لهذا القذر وهذا الجيف يساعد على تلقية الهواء يمكن بعضكم شاف الجعلان أجلكم الله وهي يعني تأخذ الروس أجلكم الله وتتغذى عليهم يعني من ألهم هذه المخلوقات الدقيقة والصغيرة هذا الأمر القضية الثانية بعض الحشرات لها قيمة عالية جدا وذكرها الله عز وجل وصدر أسماء سور جليلة باسمها مثل سورة النحل وسورة النمل أول شيء خلونا نتكلم عن النمل تعرفون الآيات حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مضاحكا من قولها طبعا أنا أعرف أن حشرة النمل أشبعت طرحا لكن ما يمنع أن نتحدث بإيجاز بسيط عن هذه الحشرة أول شيء أن من أجل وأروع وأكرم المجتمعات التي تعيش على وجه الأرض هو مجتمع النمل ومن دلائل هذه الرفع والكرامة يعني عتاب الله عز وجل لأحد أنبيائه حين قرصته نملة فعاتبه يعني لحرقه يعني تلك الأمة من النمل وذكر عز وجل أنها أمة لله تسبح هذه أولا ثانيا أن النملة التي تحدثت يعني أمام سليمان أعتقد أن فيها من الحكمة ما لا يتواجد عند كثير من أبناء البشر أولا أنها استشعرت دورها في المجتمع والله عز وجل ما قال ملكة النمل أو قال مثلا كبير النمل أو حارس النمل لا قال نملة قالت النملة وهذا يدل يا أحبة على أن كونن نملة ومنكرة أنها نملة من أحد النمل فقالت لا يعني يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وهي تعلم أن الفتنة أو الضرر أو المصيبة يجب علينا أن نحتمي منها لذلك أرشدتهم مباشرة ما قالت انتبهوا لا يحتمنكم سليمان وسكتت قالت يا أيها النم ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان يعني احتموا علشان ما يحتمنكم سليمان وشوفوا مبدأ إحسان الظن يعني اللي قدمته هذه النملة زين فقالت لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ترى هم مش متعمدين حتى ما تنشغل أمة النمل ليش سليمان بيحطمنا ليش بيسوي كذا عليه السلام لكن قالت وهم لا يشعرون قدمت العذر حتى لا ينشغل الناس فتبسم ظاحثا من قولها أيضا قالوا أن من لطيف قول الله عز وجل لا يحتمنكم أن جسم النمل يتحطم ولا يتمزق وهذا يعني من لطيف التدبر القرآني لهذه الآية النمل سبحان الله مجتمع منظم ومجتمع مضحي واللي شاف منكم يعني بعض المقاطع يعني قد شاهدت مشاهدات جميلة جدا يعني مثلا بعض النمل اللي يعيش في مناطق نهرية يربط بعضه يعني ترابط بعضه مع بعض مشكلا جسر نملي على نهر أو على مصب مائي حتى يجعل يعني أمة همة النمل تمر من خلاله وأكثر هذا النمل المترابط يموت إذا ما مات كله شوفوا من مقدار التضحية الموجودة ذكر ابن القيم رحمه الله يعني مقالة جميلة أن يعني لا 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 أو عفوا انذكر قصة جميلة أن الرجل كان يضع الحلواء بجانبه فلما أتت نملة ورأت الحلواء رجعت حتى يعني تنادي قومها فلما أقبلوا رفع الحلواء فكرر هذه الفعلة يعني مرارا معها قال الرجل فقام النمل بتقطيع هذه النملة يقول ابن القيم رحمه الله ولعل النمل مجتمع يكره الكذب ويعاقب على الكذب أيضا من المشاهدات الجميلة اللي شفتها في النمل أن في مملكة نمل مهجورة جاء واحد من العلماء الأحياء وصب فيها رصاص على فتحة النمل بعد فترة يمتأكد أن الرصاص تجمت طلع الرصاص والله تحفى فنية عظيمة كيف جعل الله عز وجل لهذه الحشرة الصغيرة اللي تستطيع أن تشيل يعني قيل أنه سبعين ضعف يعني على جسدها كيف يعني استطاعت أن تبني خلال هذا الرمل أو في هذا الرمل هذا البناء العظيم وهذه الأنفاق العظيمة ثم ننتقل أيضا إلى حشرة أخرى جليلة وهي حشرة النحل أولا يعني شرفها الله عز وجل أن أوحى إليها يعني وحية الإلهام يعني وحية الإرشاد فقال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون سبحان الله الترتيب هذا لافت للنظر أصحاب المناحل والنحل معروف أن أفضل العسل عندهم هو العسل الجبلي أولا ثم عسل النحل اللي بعضهم يسميه العسل البري اللي يعيش على الشجر ثم مما يعرشون يعني المناحل اللي حنا نشوفها بعدين قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربكي ذلله بعضهم يقول أن النحل سبحان الله يستطيع السير في يومه بحثا عن الرحيط بحثا عن الثمر يعني ميل إلى الميل والنصر زين؟ وهو يبحث طيب فإذا وجد يعني يعني يصدر بعض الاهتزازات أو بعض الرقصات أو العلامات الخاصة فيه حتى يأتي بقية النحل ليأخذون من هذا الغذاء سبحان يعني من جعل من خلال هذه الحشرة العجيبة يعني الرحيط فيعودون ثم ينتجون هذا الشراب العزيز الذي قال الله عز وجل عنه مختلف ألوان فيه شفاء للناس وهو من العلاجات النبوية لما استطلق بطن أحدهم من أحد الصحاب رضي الله عنه فقال الله عز وجل اسقه عسلا إلى أن قال صدق الله وكذا بطنه أخيه فلما سقى الثالثة استطلق بطنه وشفيا بعد ذلك بإذن الله جل جلاله من أبدع مثل هذه المخلوقات إنه الله تبارك وتعالى الله عز وجل لما أراد أن يتحدى يعني يعني عباد الأصنام والأوثان وكل من يعبد يعني إلها دون الله عز وجل قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب العجيب يا حبة أن يعني الله عز وجل تحداهم بأكثر مستحقر تراه العرب في زمنها حتى يعني قيل أن أحد الخلفاء آذته دبابة فسأل عالم بجانبه فقال يعني لما خلق الله الدباب قالها ضجرا فقال العالم ليذل بها الجبابرة طيب اللطيف أن الله تبارك وتعالى قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه بعضهم قال أن هذه الآلة العظيمة تدل أو هذه إن يسلبهم الذباب بشيئا يعني أن الذباب لا يهضم في داخله لكن يخرج مادة فتذيب يعني وتهضم طعامها في الخارج ثم تأخذه وتذهب فلن تستطيع أن تستنقذ ما سلبه الذباب من الغذاء أو من الطعام آخر شي في هذه الانتقاءة قضية العنكبوت على قول أنها حشرة زين العنكبوت يعني محروف يعني أنه من المخلوقات الموحشة والله عز وجل قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون طبعا بعضهم قال أن بيت العنكبوت واهن لأنه عبارة عن خيوط حريرية خلونا شوي نتأمل في بيت العنكبوت أولا العنكبوت يعني يصنع صناعة هندسية رفيعة المستوى في خيوطه وأكيد أنكم شفتوا كيف يعني يعني يهندس أو تهندس تحديدا أنثى العنكبوت تلك الخيوط زين اللي تعتبر بيت وأساس البيت هذا إنما هو مصيدة من أجل التقاط التقاط الفرائس فالغريب في مجتمع العنكبوت أنه مجتمع يعني موحش وبلا رحمة بل يعني اللي يرى بعض البرامج وبعض المشاهدات يكتشف أن العلاقة الاجتماعية بين أفراد أسرة العنكبوت علاقة يعني مخيفة جدا يعني أحيانا تأكل العنكبوت صغارا وأحيانا صغار العنكبوت تأكل أمهم مثلا في أشهر أنواع العناكب اللي يسمونها الأرمل السوداء تأكل يعني إذا تم التنقح بينها وبين الذكر تأكل ذلك الذكر وتقتله يعني بعضهم يقول أوهن البيوت لبيت العنكبوت إشارة إلى العلاقة الاجتماعية السيئة والروابط الواهنة بين مجتمع العنكبوت وبعضهم يقول أن يعني بيت العنكبوت هو مقارنة مقارنة الإنسان يعني وقوته مع بيت العنكبوت فلو نفخ على بيت العنكبوت لا طار ذلك البيت لكن بيت العنكبوت بالنسبة لمجتمعه هو صلب جدا وفيه يعني أذكرني قرأت مقالة عنه تقول مقالة أن بيت العنكبوت فيه مرونة 20% زيادة عن حجمه الطبيعي يعني إذا إصطاد مثلا حشرة معينة حتى لو كانت حجمها نوعا ما كبير فمع طيران الحشرة ومع محاولتها للفرار فالبيت العنكبوت هذا يتمدد بفضل 20% الزائدة هذه إلى أن يهلك ثم تأتي يعني يأتي العنكبوت ويتغذى عليه بإذن الله تبارك وتعالى من أبدع هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى ننتقل إلى لون آخر من ألوان المعرفة بعيد يعني عن الحشرات والطيور زين يعني يقولون إذا سمعتم عن استشراف المستقبل زين يقولون استشراف المستقبل هو يعني لون من ألوان الاستراتيجيات أو لون من ألوان التخطيط الاستراتيجي زين؟ وبعضهم يقول أن نتيجة يعني روح الاستشراف المستقبلي هو يعني التخطيط زين؟ الاستشراف هو أن يعني تتخيل ما الذي سيحصل بعد سنوات زين؟ وهذا يعني العنوان يعني يعني يعتبر عنوان جديد وحضاري ويعني بدأت تهتم فيه كثير من الدول الآن تصدقون أن أول من صنع خطة يعني استشراف مستقبل اقتصادي كما يقول بعضهم في التاريخ هو نبي الله يوسف عليه السلام أنا أقول لكم كيف؟ تعرفون يعني في تفسير المنام الخاص بالملج قال يوسف عليه السلام تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم ثدروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون لاحظوا الخطة الآن يعني الفكرة الحين الخطة الاقتصادية اللي راح نسويها أن أول شيء راح تزرعون سبع سنين وفيها خير وفيها كل شيء زين؟ ثم قال فما حصدتم اللي خذتوا من هذا الحصد هذا قال فذروه في سنبله ليش؟ يعني القشرة اللي تحيط بالحب هذا يعني بإذن الله أزوجل لن تتلف بسبب آفات الأجواء أو آفات الحشرات اللي تتغذى على الحبوب زين؟ قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما إلا قليلا مما تأكلون ثم قال بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك السبع شداد يعكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون يعني بكوا شوي من هذه الحبوب في وقت الزمن يعني السبع شداد لأنكم راح تستكدون منها بعدين ثم قال بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك آمن فيه يغاثوا الناس وفيه يعصرون يعني يأتي غيس عظيم زين؟ قال ومن شدة يعني ما تعود الزروع مثل ما كانت بفضل الله أول ثم هذه الحبوب اللي حصنتوها وخليتوها موجودة ما أكلتم منها في وقت الشدة زين؟ من كثرة الخير اللي راح يظهر بإذن الله تبارك وتعالى يعني سيعصرون ثمارة تلك الحبوب عصرا يعني من شدة الخير اللي راح يريدهم بعضهم يقول أن هذه هي أول خطة يعني خطة استشراف مستقبل يعني حصلت في التاريخ كانت من نبي الله يوسف عليه السلام أتأمل في مجال آخر إذا أذنتم لي عشان نصف ساعة بأخذك ثلاث دقائق من نصف الساعة القادمة يعني قول الله تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هذه الآية الجميلة والعظيمة في مفهوم معانيها يعني اللي لفتني لها رغم كثير ما قرأتها وحافظتها من زمان وكذا لكن اللي لفت النظر لها هو يعني تفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل يقول فيما هو مفهومه يقول يعني واجع ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أن الله تبارك وتعالى نوع في صنائع الناس ونوع في حرفهم ونوع في صفاتهم حتى يعني يتكامل المجتمع يقول رحمه الله يعني ولو كان الناس على صفة واحدة وصنعة واحدة لن تفت مصالح مصالح الأمة كلها سبحان الله يعني هذا الفهم الجميل والدقيق يعني يستحق مننا التأمل الحين عندنا لا 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 مثلا يعني مثلا المهندس حسام تخيلوا أن كل الناس يعني دراستهم ومعرفاتهم مهندساتهم مثل المهندس حسام كل الناس في المملكة العربية السعودية راح تنتفي كثير ترى من المصالح زين راح تختفي كثير من المصالح تخيلوا كل الناس طباء من يدافع عن الناس أمنيا وعسكريا من يعني يأم الناس في المساجر على المثال من يدرس الناس من يعني يبني للناس لذلك يعني السخرة العجيبة اللي جعلها الله تبارك وتعالى في كل صفة وفي كل مكانه يعني شيء مذهل يعني لو عنصر من عناصر الوظائف والمهام والحرف ذهب من حياتنا ترى راح يتضعضع التوازن المجتمعي وخلوني أضرب لكم مثال يعني في إحدى الدول القريبة مننا لما أضرب عمال النظافة زين ولاحظوا أن قضية العمال عمالة النظافة تعترض من أقل يعني الأعمال مستوى زين لما أضربوا تلوثت الدولة بالكامل أجلكم الله بالقمائم ولاحظوا يعني قوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما أخلق له لا يجي واحد يقول أنا مهندس أنا أهم من غيري لا يجي الدكتور يقول أنا أهم لا يحد يقول أنا شيخ أنا أهم من كل من كل الناس كل الله دور في هذه الحياة وكل الله نفس يعني ذات الأهمية يعني لو راح من نعامل النظافة راح يختل المجتمع وضربت الأذكر مرة من المرات على هذا المفهوم في الخطبة مثال قلت أن أعلى رأس هرام مثلا في أي دولة هو الحاكم وأقل مستوى زين اللي هم العمالة أو مثلا يعني الناس اللي يتخصصهم إزالة جلكم الله القمائم والنظافة ترى يعني لا صاحب لا 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 الحكم يستطيع أن يقوم بهذه المهمة مهمة النظافة وصاحب النظافة ما يقدر يسوس الدولة بشكل عام يعني كل واحد في هذه الحياة له دور مهم جدا وهذا من عظيم تسهيل الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى للناس آخر وحدة بعد إذنكم سبحان الله لما ألان الله عز وجل الحديد لنبي الله داود عليه السلام شوفوا الآية كيف جمالها طبعا صنعة اللابوس قالوا أنها صنعة الدروع الحربية زين قالوا علمناه صنعة لابوس اللي نبغى نتأمله قول الله عز وجل لكم زين ما قال علمناه صنعة تلابوس اللي يحمي نفسه لا قال علمناه صنعة تلابوس لكم لتحصنكم من بأسكم الله عز وجل يخاطب يخاطب نحن وهذا يدل على أن أي اختراء وأي يعني ابتكار وأي صنعة جديدة هي لا تفيدك أنت فقط هي تفيد تفيد البشرية كلها بشكل عام فأحرص دائما إذا علمت علما أن تزكيه وتعلمها الناس لأنه ليس مختصا بك بل هو خاص بل هو يعني يشمل الجميع إذا اخترأت أمرا فهو للجميع وللبشر كلهم وأعظم اختراع وأعظم علم وأعظم معرفة وأعظم ابتكار وأعظم صنعة هي اللي يعني تفيد المجتمع تفيد المجتمع بأكمله هذا يعني اللي حبيت أني أضيء عليه يعني بعض الجوانب وأعتذر والله عن اللي طالة تفيد المجتمع